الخبر الأول اللي عادنا عن محمد جواني وليش صار يبكي فمحمد جواني نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات يتهجم بيها على فرنسا ويدافع عن رسول صلى الله عليه وسلم اللي لا يعرف شنو سبب هذا التهجم فواحد من الفرنسيين صار يرسم رسومات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتمسخروا من هذا الكلام وبنفس الوقت الرئيس فرنسا اللي هو ماكرون صار يدعم هذا الشخص ويقول انه هذه عبارة حرية تعبير يعني على حسب كلامهم وطبعا كردة فعل من المسلمين صاروا يقطعون هذه المنتجات الفرنسية وبنفس الوقت يتهجمون على فرنسا وكحركة كلش حلوة من حمد جواني قرر انه يضامن مع هذه الحملة عن طريق حسابه بالإنستجرام فقرر انه نزل ستوريات رح احطو لكم ياه شوفوها وشوفو شونت عندها يحكي بحر خربتوا عدولنا كلها خربتوا العراق وسوريا وليبيا وكل الدول وما تدخلنا بالسياسة ولا بالعنصرية ولا بالأديانة اللي عملتوا ولا بأي شو بس تقربوا وتوصلوا انه تنشروا صورة الرسول او تستهزوا بالدين خط أحمر انا مستعد اني اموت اموتها ولا خلي حدا يقرب على هالموضوع هذا نحن اليوم شباب بس هذا الشي بحبايبي انا مخنوق وبعرف صوت ما رح يوصل حبيت احكي لمتابعيني لاني مسلم لان هذا الشي بالمسني لان انا بعرف ان ما رح يطلع بصوتي شي ولا رح يوصل صوتي لأي حدا رؤساء كبيرة باعت الدول كلها تخربت سوريا والعراق تحياتي لكل الأديان كل واحد بيعرف دينه بس انا هذا الموضوع خط أحمر عنده مستعد والله العظيم اني اموت كل ما هالموضوع والله العظيم مستعد اني اموت كل ما هالموضوع هذا الخبر الثاني اللي عادنا عن تهجم متابعين انس واصالة على شهد سمند السبب بقطعهم الجديد اللي هو واخيرا صورنا مقدمة القناة فهوية من الكومنتات اللي اجت عدهم واللي اجت عندي انه يقولون انهم دي قلدون انس واصالة صراحة بوجهة نظري ما اشوف الموضوع تقليد يعني ممكن التشابه بالمقدمة انه ثناتهم على البحر وانه الكتابات مع الاسامي تطلع نوعا ما بنفس الشكل ما ادري احس انه اغلب القائمات العالية هي مقدماتهم يعني ما ادري صراحة اكتبونا بالكومنتات هل هو موضوع تقليد او لا وهل يكتبونا منه اعجابكم اكثر كمقدمة مالتا يعني وبس والله انه وصلنا لنهاية المقطع ادري مقطع قصير ولكن ان شاء الله حيكون عدى مقطع ثالث المساء يعني فا يب خليكم جاهزين وبس مع السلامة اشتركوا في القناة